اشتركوا في القناة نتابع هنا صدارة هذا الشوط والمركز الاول والتحدي هنا والاثارة مشاهدين الكرام وان تفتتح المقدمة والمركز الاول هناك على الصدارة وعلى المقدمة من تنطلق بصدارة هذا الشوط هذه الانطلاقة المتميزة الجميلة هنا والتحديات تاتينا في هذه اللحظات هنا في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة صدارة هذا الشوط تصريح لساري بن جاسم بن براك المزروعي على الصدارة وعلى المركز الاول الياسية عبدالعزيز بن فهيد بن علي الشامسي على المركز الثاني والمركز الثالث تنطلق هنا في هذه اللحظات جميلة علي بن سعيد بن سالم الزرعي تنطلق على المركز الثالث بينما المركز الرابع المركز الرابع جميلة عبدالله بن سعيد بن مصبح النعيمي والوصول من قناعة سيب مطر بن عبيد الطينيقي تاتينا على المركز الخامسي وسادس المراكز تتواجد احترام للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري والمركز السابع المركز السابع هنا مديونة مديونة لعلي بن سالمين بن جوهر الظاهري تنطلق مع مديونة بهذه الانطلاقات ومن الجانب الاقر هناك العفريت حمد بن نقيرة بن عزيز بمكتوم الشريفي من تاتينا ثامنا وفي المركز التاسع المركز التاسع تاتي شاينية محمد بن سليمان بن ناصر الرشيدي هنا في هذه اللحظاته الرشيدي هنا منطلقة وقادمة بتحدياتها واثاراتها وعلى المركز العاشر المركز العاشر الشاينية لسيف بن يمعى بن خميس لغويس السويدي هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى خلف المراكز العشرة ايضا اسامي تتواجد بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة نعود الى صدرة نعود الى المقدمة وإلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط هذا الانطلاق والتغيير الذي طرى وجرى على الصدرة وعلى المقدمة من قبل مديونة العلي بن سليمان بن جوهر الظاهري من انطلقت على الصدرة على المقدمة وعلى المركز الاول هناك تصريح في المركز الثاني ساري بن جاسم بن براك المزروعي تنطلق هنا بهذه التحديات على المركز الثاني بينما المركز الثالث هنا جميل العبدالله بن سعيد بن مصبح النعيمي تأتينا على ثالث المراكز والمركز الرابع الوسمية هنا عبدالعزيز بن فهيد بن علي الشامسي تنطلق بتحديات هنا متميزة بهذا الاداء المميز الجميل نتابع هنا خامس مراكزنا المركز الخامس جميل علي بن سعيد بن سالم الزرعي وهناك احترام من الجانب الآخر الدكتور راشد بن حمد بن زفنة لعفاري وعلى المركز السابع المركز السابع تأتينا العفريت حمد بن خير بن عزيز بن مكتوب الشريفي تنطلق على المركز السابع والمركز الثامن المركز الثامن الشاهينية محمد بن سليمان بن ناصر الرشيدي هنا منطلق على المركز هذه اللحظات الثامن بتحدياتها الجميل المركز التاسع المركز التاسع الشاهينية سيف بن يمعب قميس لغويس السويدي وعلى المركز العاشر تأتينا غزلان ناصر بن علي بن سعيد النعيمي هذه هي النتيجة ها هي الانطلاقات ها هي التحديات المتميزة نعود هناك إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط في هذه الانطلاقة الجميلة وهناك مديونة مديونة علي بن سليمان بن جهر الظاهري منطلقة بصدارة منطلقة بالمقدمة وبالمركز الأول اتباعد المسافة بينها وبين بقية المشاركين هنا بالانطلاق وتفتتح الكيلو متر الأقير هناك بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط ما شاء الله على هذه الانفراد بدون أي أوامر تنفرد في صدارة هذا الشوط المركز الثاني جميلة عبدالله بن سعيد بن مصبح النعيمي وتأتينا تصريح ساري بدأس المباراة المزروعي على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع والقادمة هنا الشامخة حمد بن محمد بن عبيد العامري هنا على المركز إذن الرابع والمركز الخامس المركز الخامس القايد هنا تصل في هذه اللحظات مايد بن أحمد ومطر مايد لخيلي وهناك احترام لدكتور راهد بن عمد بالزفنة العفاري ولكن الصدارة الصدارة صدارة مديونة مديونة على صدارة على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط ولكن الشامخة الشامخة قادمة في هذه اللحظات هنا بهذا الاداء مديونة لازالت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط والشامخة قادمة ولكن الله 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 الشهينية قدموا بقل قوة الشهينية سيح بن يمعى بقميس لغويص اللحظات الأخيرة مديونة الشهينية مديونة الشهينية الشهينية تتسلل إلى الفوز إلى الناموس بهذا الانطلاق تهانينة 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 سيح بن يمعى بقميس لغويص المركز الثاني مديونة من وصلت في المركز الثاني لسيد علي بن سالم جوهر الظهري المركز الثالث هناك الشامقة على المركز الثالث بهذه الانطلاقة الجميلة وصلتنا وتحدياتها المتميزة لأيضا حمد بن محمد بن عبيد العامري وعلى المركز الرابع هناك الانطلاقات من قبل التصريح ساري بن جاسم بن مراق المزروحي والمركز الخامس كانت الانطلاقات من الكائدة هناك للسيد مائد بن أحمد بن مائد لخيلي والتوقيت الزمني التوقيت الزمني هنا سبع دقائق أربعين ثانية أربعا من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني في هذه الانطلاقات التهانينة لسيب بن يمعى بن قميص الرغويص السويدي على هذا الفوز المميز الجميل مديونة على المركز الثاني قدمت عرض تشكر عليه مديونة هنا العلي بن سليمان بن جعفر الظاهر بسبع دقائق أربعين ثانية ثلاثا من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني بينما رابع مراقزنا كانت الانطلاقات من قبل الشامقة حمد بن محمد بن عبيد الحامري سبع دقائق أربعين ثانية أربعا من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني الانطلاقات تتوالى مشاهدين ومتابعين الكرام هنا على ارضية هذا الميدان وهي انطلاقة هنا شوطنا التاسع في شوطنا الحاشر عفور في مجموحة واطف اشتركوا في القناة